معنا ميسي السمهوري لنحكي أكثر عن أهمية الصحة النفسية صباح الخير ميسي صباح منوري عطيتم العام أهلا وسهلا فيكي ميسي ميسي دائماً إحنا منركز على أهمية الصحة النفسية وقديش الصحة النفسية مهمة فبدايةً خلينا نعرف إيش هي الصحة النفسية أوكي حلال الحكي اللي حكيته أكيد ممتاز كتير مقدمة جميلة جداً شكراً حلال الصحة النفسية هي قدرة الإنسان أنه يمارس حياته بالشكل اللي هو قادر يمرسه فيها دائماً وقادر يقوم بمهامه الوظيفية قادر يتفاعل مع الناس اجتماعياً بطريقة صحية وسليمة وقادر يقوم بكل المهمات اللي عليه باليوم إن كان شغل، تفاعلات اجتماعية مهامه بالبيت، مسؤولياته بشكل مريح وآمن نفسياً أكيد بتتراوح الصحة النفسية بين الأشخاص إحنا أكيد منعرف فيه عندنا مؤشرات معينة إيما الإنسان ببلش يكون تعبان نفسياً أو بتظهر عليه أعراض نفسية لكن أنا دائماً بقول للناس اللي هو السؤال الدهبي طب إيما تنراجع؟ بقولهم أول ما تفكر بهذا السؤال راجع يعني طالما قلت هل أنا بحاجة ولا مش بحاجة؟ هل ابني بحاجة ولا مش بحاجة؟ راجع ما تستنى لأن الإطراب النفسي أو المشكلة النفسية زيها زي المشكلة العضوية أو المرض العضوي كل ما لجأنا للمختص بشكل مبكر أكتر كل ما كانت كلفة الوقت والجهد والمال أقل أكيد طبعاً مش بس هيك كمان حتى الكلفة النفسية على الشخص بتقل الجهد النفسي الجهد النفسي والكلفة النفسية بتقل يعني أحيانا الناس بتقول طيب ابني بخاف من الباص ابني بخاف من الشارع بس ما أنا كنت زيه وهيني كبرت وبطلت أخاف هلأ مش كل شخص رحلته زي رحلته شخص التاني ممكن أنت كأم قدرتي مع الزمن تتجاوزي ممكن طفلك ما يقدر يتجاوز وممكن يقدر يتجاوز تمام لكن إيش بتترك إيش بتترك التجاوز من ندوب نفسية من مخاوف دفينة من أمور مخليته يتصرف على أساسها لما يكبر من مخاوف مش قادر يعبر عنها بسن المراهقة لأنه بصيروا متحفظين على شكل مشاعرهم ومخاوفهم هذا كله بيأثر وبظل موجود بالإنسان أكيد صحيح نعم فدائما بقول للناس أنه لما بتشعروا أنه أنا أراجع ما أراجع راجعوا لأنه في عنا كتير اضطرابات أو مشكلات نفسية بيكون في إلها وقت معين بكتبنا مثلا بعد ست أسابيع إذا استمر الكذا شهرين لكن هذا ما بنقدر نضل نحكي للناس على التلفزيون أو نطلع دائما نحكي فيه أنا دائما بحكي طالما خطر السؤال في بالك هل أنا بحاجة هل ابني بحاجة هل زوجي بحاجة فأنت راجع لأنه الكلفة أقل نعم طيب مايس حكيتي إشي مهم أنه الواحد لازم يراجع كيف بدي أعرف حالي اليوم بدي أراجع على خصائي نفسي أو طبيب نفسي وشو الفرق بينهم التنين تمام هلأ هنا في خلط كتير كبير دائما أنا يعني بحاجة كل ما أطلع التلفزيون أحكي فيه هلأ الطبيب هو دارس طب أوكي بعدين متخصص طب نفسي طيب فهو بالعادة على الأغلب بيوصف دواء يعني بحال راح عنده شخص شاف أعراض سأله عن ماضي شوي أخذ الهيستوري التاريخ المرضي تبع الشخص إن كان جسدي أو نفسي بياخده كله بدرسه على حسب الأعراض الحالية و أعتقد أن العادة النفسية ليست مدمنة يعني الناس دائما تخاف من الأدوية النفسية أدوية النفسية لا تسبب الإدمان مدام هي تحت إشراف الطبيب وهي لا تسبب الإدمان ق و واحدا الآن الأخصائي النفسي هو مختلف الأخصائي النفسي إحنا ما بنشتغل بالأدوية إحنا بنحاول نشتغل سلوكي سلوكي معرفي نحاول نغير من روتين الناس بحياتهم نتحاول تغير من نفسهم من طرق تفكيرهم طرق التفكير اللي بتأدي فيهم للخوف طرق التفكير اللي بتأدي فيهم للغضب طرق التفكير اللي بتأدي فيهم إنه هو يكره حاله ويلوم حاله يدايق الناس اللي حواليه يكون مستفز من كل إشي مثلا يعني فيه أنماط بالتفكير ممكن تأدي للشخصيات بإنها يصير في عندها مثلا وساوس أو يصير في عندها إنفعالات غير مرهوب فيها أو عدم قدر على السيطرة على العواطف كلها بتنتج غالبا من الأفكار ذلك إحنا ممكن أن ندرب الشخص كيف يفكر بطريقة تانية تخليه يشعر أفضل حيال نفسه واتجاه برضو العالم والمحيط فيه هذا لا يعني أنه أنا كأخ الصائي نفسي ما بقدر أشتغل بلا الطبيب ولا يعني أن الطبيب بقدر يشتغل بلا الأخ الصائي نفسي تشاركية نعم تشاركية وتكاملية هل أحيانا الناس بتكون تخوفا من الطبيب فبتحب تيجي عند الأخ الصائي لأنه ممكن أشوف الشخص من أول جلسة أقدر أحكم اللي هي الجلسة بتكون ساعة ممكن أقدر أحكم أن هذا الشخص بقدر أستمر معه علاج معرفة سلوكي نفسي بناءًا على خبرتي وبناءًا على شخصيته درجة الذكاء أو قدرة يعني يعني أديش هو قادر يتعاون أديش هايفي في عنده تعاون وانفتاح صح فأقول أنه ممكن أن هذا الشخص فقط أمشي معه بعلاج نفسي هلأ خليني بس أكمل شد ممكن أحيانا بعد الجلسة الثالثة أقول أن هذا الشخص ما رح يزبط غير إذا كان فيه دعم بالدواء فأرجع بحوله على الطبيب النفسي أحيانا بيروحوا ناس عند الطبيب النفسي بيشوف أنك مش بحاجة أدوية أنت فقط بحاجة أخصائي نفسي فبيحوله على الأخصائي مرات نحنا تيجي تحكي أنا بحكي مثلا بحب أفطفض بتحكي لصاحبة أو الصديق بحكي لصديقه بس بيوم من الأيام يجي ممكن يفشي لك سرك الأخصائي النفسي ما رح يفشي لك سرك يعني هناك يحبوا يحكوا فالأفضل أنك تروح تحكي للأخصائي النفسي وبيكون على طرف حيادي يعني بيعطيك النتيجة وبيعطيك رأيه بحيادي أو رأيه نتيجة الأمور الموجودة معك ما يسبب قليلا نحكي عن الأطفال نحنا الاضطرابات السلوكية والاضطرابات النفسية تأتي منذ عمر الطفول المبكرة صار فيه مشكلة صار فيه اضطراب والآخرين بتيجي يعني بتكمل معه اللي يكبر الأطفال تغيروا عن جيلي عن جيل الجيل اللي قبل كيف بدنا نتعامل مع أبنائنا وكيف بدنا نعرف أن الطفلي عنده مشاكل أو اضطرابات نفسية تمام السؤال كتير ممتاز رح أتوجه فيه لكل الأباء وكل مقدمين الرعاية نفسية للأطفال إذا الطفل تغير نومه شهيته طاقته قدرته على التعبير عن ذاته صار في عنده مخاوف جديدة ما كان يخاف مثلا من الليل صار يخاف من الليل ما كان يخاف يروح الحمام لحاله صار يخاف يروح الحمام لحاله صار يخاف من كذا شغل يخاف من أشياء مثلا مش منطقية أهله ممخاوفينه منها أهله بمارسوها بطريقة طبيعية في بيئته أي اختلاف على سلوك الطفل بيدعي أن نحن نتطلع كثير بعين التمحيص كما يقولون على الطفل ونحاول نفهم إيش اللي عم بيصير معه إذا ما قدرنا لازم نلجأ لأخي الصائي نعم أحيانا نحن نوصل لمرحلة أنه عرفنا إيش السبب أحيانا الطفل ما بيكون قادر يحكي إيش السبب مش عارف إيش ماله لأنه مش قادر يربط إحنا لما نكبر نقدر أحيانا نربط الأحداث نربط أموات التفكير من وين إجتت هذه الفكرة من وين هذا الحدث الطفل ممكن يكون صعب عليه أن يعبر إذا ما كان في حدث صادم صار معه وحسسه بأنه هذا الإشي اللي مخوفني أحيانا بتصير عندهم مخاوف تراكمية لكن هلأ لما نلاقي كمان أن الطفل مثلا بطل قادر يسيطر على واطفه يبكي بدون توقف يعصب من أقل إشي إدمان الكمبيوتر جيمز التليفونات العزلة طبعا العزلة كثير إلها أثر وفيه هلأ شوفنا هلأ بفترة كورونا أنه اضطرابات الأكل زادت عند المراهقين وعند الأطفال صحيح الأطفال في عندهم اضطراب أكل يعني هو غريب لكن بستدعي أن نزور الأخصائي النفسي يمكن أن يكونوا يأكلوا قادرات أو أشياء غير صالحة للأكل أشياء غير صالحة للأكل ولا لاستهلاك البشري مثلا هون لازم الأم تراجع فيه مثلا اضطرابات ببلشو الأطفال منهم صغار ينتفوا رموشهم حواجبهم شعرهم ينتفوا جلدهم يقرصوا بجلدهم هاي برضو إنديكيشنز للأهل أنه لازم نشوف إيش ممكن تكون المشكلة الأهل دايما بلجأوا غالبا للأسف للتوبيخ أو مثلا أنهم يسألوا ليش تعمل هيك هذا ما رح يحلل المشكلة ليش تعمل هيك هو مش عارف يجاوب ليش تعمل هيك هو بعمل هيك لأنه تعود يعمل هيك أو صارت هاي الحركة عم بتفرغ عنده نوع من القلق طيب شو الأسئلة المقترحة اليوم للأطفال عشان نكتشف أنهم عندهم الترابين شو السؤال الممكن أوجهه لطفلي عشان يعبر عن حاله وأقدر أنا أقرر أنه هو اليوم محتاج أنه لازم يراجع خصائر نفسي أو طبيب نفسي طبعا يختلف كل طفل درجة عمره ودرجة ذكاؤه وطواصله مع الأهل قد يعطينه ثقة قد يعطينه مساحة يعبر عن حاله أصلا فيها لكن سؤال ليش عم تعمل هيك ما رح يخلي يحكي أي إجابة أنا لما أقول لك ليش عملة شعرك أنت ما عندك إجابة غير أنه أنا هيك بدي فهو نفس الشي رح يقول أنا هيك بدي أو مش رح يارف يحكي هيك لأنه خايف من السؤال هلأ ممكن نحكي أمتى ما مبلش تعمل هيك شو بتشعر لما بتعمل هيك أو شو بتفكر يعني بترتاح شو بتكون بتفكر أمتى أكتر وقت بتحب تعمل فيه هيك مثلا أنك تقرس حالك بالليل مثلا قبل ما تنام وأنت بتحضر تلفزيون طب شو بتكون عم بتفكر هل بتلاقي مثلا أنك أنت ممكن تعمل هاي الحركة أكتر لما تكون بيومك زعلان ولا لا ممكن تعملها وأنت مبسوط ممكن تعملها مع صحابك بالمدرسة بنا نشوف قديش تكرار أوكي وقديش هو واعي أن هاي الحركة مثلا هي نتف الشعر مش مقبولة اجتماعيا فهو بلش يعملها بشكل منزوي وللسا عم بعملها قدام الناس كل هاي إشارات الأم لازم تيجي فيها للأخ الصائي النفسي طبعا تسجلها كمان صحيح بتوفر وقت على الأخ الصائي بأنه هو يقدر يعرف هاي التفاصيل يعني يدخل فيها أكتر هبتعرفي ميز بموضوع الأطفال من تجربة شخصية استجلاب بالطاقة مش الطاقة الخيال الإيجابي للطفل كتير بيساعدة واجهة تحديات غمد عيونك وتذكر أكتر إشي حلو بتحبها أو غمد عيونك احكيلي عن شعورك لما بتشوف مثلا شخصية بتحبها أو لما بتاكل أكلة بتحبها أو لما بتشم ريحة بتربطك هاي الأشياء بتوسع مدارك أطفالنا وبتفتح موضوع التواصل والاتصال بيننا كأهل وبين أطفالنا هلأ الاضطرابات النفسية تختلف من سن الطفولة المراهقين وحتى البالغين خلينا ننتقل ما بعد سن الطفولة إلى المراهقين شو المسائك؟ أحكي شوي عن التخيل اللي حكيتي عنه أه تفضلي طبعا عقلنا أحيانا لا يفرق بين الحقيقة والخيال يعني أنت هلأ لو غمضت عنيكي وتذكرت إشي بخوة فجسمك رح يعمل ردة فعل فيها خوف لو تذكرت شي مثلا بشعرك بالأرف برضه ممكن أنه جسمك يعمل ردة فعل مماثلة للأشي اللي تخيلتي فإحنا لما نتخيل إشي إيجابي مختنا بفكر إن إحنا عن جد شعرنا فيه أو إحنا عن جد موجودين في هذا المكان ففعلا كتير بأثر أكيد وزي ما حكيتي بنم التواصل بين الأهل والطفل خلينا نعرف الطفل شو بفكر شو بحس إيش الأشياء اللي بحبها أو إيش الأشياء اللي ما بحبها هلأ الترباط سن المراهقة يعني الغضب الإدمان يعني إيش بدي أحكي لك إيش عم نشوف أكثر إشي عم نشوف إدمان عم نشوف غضب عم نشوف إدمان مواد إدمان إباحيات عم نشوف إدمان على مواقع التواصل الاجتماعي عم نشوف عدم قدرة على السيطرة على العواطف إضطرابات بالأكل عم نشوف كمان مراهقين عم بأذوا نفسهم بشكل متعمد يعني ممكن يمسك طبعا أداة حادة يؤذي فيها نفسه يعني برضو اضطرابات زي ما حكيت لهي نتفل نتفل الشعر سلوكيات وسواسية بأنه شخص كل شيء يريده بطريقة معينة بنظام معين بترتيب معين إذا اختلف ممكن هو ما يعرف يكمل نومه ما يعرف يكمل يومه سوري يعني باضطرب نفسيا كثير إذا في أي شيء يختلف بروتين يومه مثلا سلوكيات وسواسية الخوف الزائد الفوبيا من الأشياء يعني الانسحاب الاجتماعي الاكتئاب الطرابات المزاج كلها عم نشوفها عند المراهقين وهلأ كمان زادت بفترة كورونا يعني إذا منا نحكي بهذه الفترات الكبار تأثروا والصغار تأثروا والأطفال تأثروا فالمراهقين اللي هم أصلا بهاي المرحلة عم باستكشفوا ذاتهم عم بحاول يفهموا هرموناتهم والخربطة اللي عم بتصير بالجسم عم بحاولوا يحددوا غويتهم الجنسية امتماءاتهم أفكارهم بهاي المرحلة لما إجا ضغط كورونا العادة بالبيت الانقطاع الاجتماعي إدمان مواقع التواصل أكيد كلها تأثرت بالمراهقين ونتج عنها يعني بدي أحكي كمية اضطربات ومشاكل مو عادية الناس عم بتراجعنا بشكل كتير كبير بعد كورونا بقولوا الناس شغل الناس وقف بكورونا نحن موقفنا يوم بالعكس زادت الناس الاتصالات والتعب عند البالغين طبعا برضو زاد الوسواس والاكتئاب بطلوا حتى لما هلأ خلص الحجر أكيد هلأ بدي أحكي عن وقع المجتمع والوصمة أكيد حتى يعني صاروا الناس مراجعاتهم أسهل عنا صراحة الآن زادت كثير هذه الحالات عم نشوف أنه الناس صار في عندها عرض بأنه مش قادرين يستمتع بالحياة من جديد يعني بحكي كأنهم نسيوا أيش الأشياء اللي كانت تبسطهم وحتى لما برجعوا عم يعملوها ما عم بحسور من أسلطين عم برجعوا يحكوا أنا مش قادر أمبسط أنا كنت أمبسط أنا بطلت أمبسط طيب ليه؟ هذا يعني من كل الأشياء اللي صارت تغيير مو سهل يقولك كل إشي بمر لكن هو لما يمر إش بترك هلأ كل إشي فعلا بمر الألم بمر الحزن بمر يعني الموت بمر لكن إش بترك وراء إش بخلف ندوب أكيد بنشوفنا بالأول الأخير حتى يعني إحنا من شغلنا لازم نتابع موقع تواصل اجتماعي بنشوف شو عم بين كتب صار فيه هناك العديد من المشاكل الموجودة بين الناس أكثر كلمة سمعتها أو قرأتها بحكي لك أنا بطلت أقدر أتحمل بطلت طاقة تتحمل إني أعطي ليش الناس بفترة كورونا اختلفت طيب تصار لك بتعطي سنين أو صار لك بتعطي سنين ما أعطي حياتك هذا الستايل أو هذا النموذج ليه تغير ليه الناس بعد كورونا وعيت أكثر والصحة النفسية ووعيت لحالها أنه أنا إيش عم بعمل في حالي تمام لما بدئيا أكيد الإنسان لما بعد ما حاله فترات أطول بقدر يكتشف نفسه أكثر حتى زي ما نشوف حتى نسب الطلاق زادت صحيح لأن الناس تعرفت على بعض من أول وجديد والناس عرفت أولادها من أول وجديد نحكي الناس كمان اكتشفت نفسها أكثر صار في وقت نحن دائما مشغولين يومنا سريع نسحى عشان نروح للشغل نرجع نزبط الأمور كذا كذا عشان بالليل لدينا شغل الواحد ما عم بعد مع حاله فترة كورونا أطاحت للناس فترة إنهم يعدوا مع حالهم ويقدروا يعيدوا حساباتهم يقدروا يشوفوا شو اللي عم بيصير بالدنيا يقدروا يشوفوا شو أولوياتهم مين الأولويات شو اللي عم بيصير بحياتي ايش أولويتي شغلي أهلي بيتي مين أولويتي فأطاحت للناس وقت أكتر إنهم يعدوا مع حالهم لكن هلأ ليش الناس صارت زي ما بدك تحكي بين قوسين مش طائقة حالها وحتى شكل البوست اللي حكيتي عنهم على الفيسبوك إنه إذا فلان دايقك أنت اطعم من حياتك أنا مش مستعد بلكر الناس بالضبط يعد مع نفسك هلأ الإنسان بوصل لهذه المرحلة اللي هي شعوره بعدم القدر على العطا أو المجاملة أو عدم القدر على التبرير مثلاً لما يكون واصل لحالة من الاحتراق مثلاً النفسي أو من الوعي ذاتي الكثير لكن ممكن بمرحلة معينة يكون سام الناس بتحس بأنه لما الإنسان يقدر يحط الحدود يعمل بس اللي بده ياه يتصرف بشكل أناني طول الوقت هو ممكن يعتقد أن أنا بصحة نفسية ممتازة لكن في فرق بين إنه الإنسان يحقق اللي بده ياه وفي فرق بين إنه يكون أناني وفي فرق بين إنه يأزي كمان الناس اللي حواليه فهي الحرية بتيجي مع مسؤولية نعم صحيح يفترض إنه الإنسان يكون عارف المجال هلأ مين اللي بقدر يساعد الإنسان إنه يتفرج على الأشياء بصورة أوسعة أكيد الأحصاء النفسية يحاول يساعد الإنسان إنه يفهم نفسه متطلبات حياته أهدافه وكمان يشوف شو مسؤولياته ويشوف هو كيف ممكن يزبط ويوازن بينها يعني ميسة يا صمهوري اللقاء لا يملل في الحديث بتطلب منا ساعات صحة النفسية المفروض تكون ثقافة مجتمعية مهمة وخصوصا إنه إدارة علاقاتنا تبدأ من العائلة الطفل مسؤوليتنا المراهق مسؤوليتنا دائما أنا بحكي للمراهقين بالذات لما يكون في البيت مراهق المفتاح عندك الأم والأب لازم يكونوا جاهزين عندهم تقبل عندهم وعي عشان يقدروا يمرؤوا أولادهم أو أبنائهم بهذه المرحلة مع بعض جائحة كورونا اللي ما رأنا فيه الناس يمكن يكون ما عندها وعي كفاية إنه كمان كورونا والمتعافين صار في عندهم تغيرات كورونا أثرت على الأعصاب أثرت على الدماغ أثرت على كيميا الدماغ فعشان هيك تقبلوا المتعافين نوعا ما حاولوا إنهم حاولوا إنكم تكونوا سند لإلهم لأن المرحلة ما بعد التعافي مهمة وبتاخد شوية وقت شكرا لإلك شكرا شكرا للمشاهدين شكرا على هذه المعلومات القيمة مايز قبل ما أسمح لي يا مخرجنا مهند العزيز هلأ نحن منروح منشيك على صحتنا كل ستة شهر نعم منروح منشيك على صحتنا ونرجع التأمين الصحة النفسية كل كيف لازم أشيك علي حتى لو ما ما ليشي يعني ممكن نحكي برده كل ستة شهر تروح عند أخصائي تشرب لك في جاء قهوة حلو 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 هاي النصيحة يعني دايما هيك شوفوا دايما إحنا منحب نحكي للناس بس مش كل الناس أمنين على أسرارنا مش كل الناس بتعطيك النصائح الصحيحة الله يخلي لكم أهليكم واحد حلو يحكي لأهله بس كمان بدنا شخص على مقدرة ووعي كامل وكافي حتى يقدر يعني يحكي لنا إيش إحنا إيش صار بنفسيتنا فعشان هيك دايما هيك يكون في هناك زيارات الأخصائي النفسي جزيلا ترجمة نانسي قنقر